رياضية لننافس على الألقاب لا من أجل المشاركة فقط سؤال يتجدد مع كل مشاركة مغربية في بطولة قرية أو عالمية رياضية أسباب نزول سؤال كهذا في هذه الفترة مشاركة المنتخب المغربي لكرة اليد في بطولة العالم المقام حاليا بمصر في الدور الأول للبطولة حصد المنتخب المغربي ثلاث هزائم بالمجموعة السادسة فخرج من الدور الأول وسيكتفي بلاعب مباريات الترضية أو ما يعرف بكأس الرئيس لتحديد المراكز من الخامس والعشرين إلى الثاني والثلاثين شدت بعثة المنتخب المغربي رحالها إلى الديار المصرية والهدف الأساسي تجاوز الدور الأول في البطولة العالمية التي عاد إليها المنتخب المغربي للمشاركة بعد غياب دام أربع عشرة سنة مستهل المشوار كان بمثابة نهائي لتشكيلة المدرب نوردين بوحدوي المباراة أمام المنتخب الجزائري الجار كانت اللقاء الذي سيشكل التأشيرة التي ستختم بها السواعد المغربية جواز صفرها للعبور نحو الدور الثاني على اعتبار أن منتخبي البرتغال وإسلاندا شريكي المغرب والجزائر في المجموعة السادسة دخلا البطولة وأمر تأهلهما شبه محسوم اعتبارا لقوتهما وفضلا لكون ثلاث منتخبات تبلغ الدور الرئيسي بدت المهمة نحو تحقيق فوز أمام الفريق الجزائري في طريقها إلى أن تتحقق شوط أول مميز قدم خلاله زملاء القائد ياسين إدريسي أداء لافتا لكن السواعد المغربية انقالب أمر تألقها إلى إخفاق في شوط المباراة الثاني بعد الشوط الأول الذي أنهاه المغاربة متقدمين بفارق سبعة أهداف إرهاصات البداية الجيدة انقلبت إلى حصرة النخبة المغربية وجدت نفسها مع انتهاء الدقائق الستين للعب منهزمة بفارق هدف وحيد تدبير مرحلة حاسمة من اللقاء هو ما نقص المنتخب المغربي هو ما نقصه أيضا في مبارتيه أمام إسلاندا والبرتغال رغم قوة الخصم هو ذات التدبير الجيد الذي ينقص سياستنا الرياضية ليس في كرة اليد أو كرة السلة بل في كل السياسات الرياضية مع استثناءات قليلة فمتى تكون النهايات مرادفة لتألق هو الاستثناء حتى الآن فيما القاعدة تواضع حتى يثبت العكس